السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكل مشاهدي قناة الصحة والجمال وبرحب بيكم وبجدد لقائي بيكم في برنامج لقاء حصري مع غادة كرامة برنامجكم المتنوع مع كتير من الأفكار والموضوعات الجديدة واهتمامي الكبير بتصليط الضوء على الشخصيات والموضوعات الأهم في حياتنا واللي بتضيف لنا النهاردة في فقرتي الأولى واللي أنا حرصت أنها تكون في أول الحلقة في وجود الزميل والأستاذ الإعلاني وائل عبد الحليم هتشرف بي أكيد لأن هنتكلم في موضوع هو الأهم موضوعنا عن الثقافة الإعلامية تفاصيل كتير هنعرفها من خلال الأستاذ وائل ووجوده وأنه بيشرفني النهاردة أعلم بحضرتك أعلم بحضرتك بسم الله أبدأ والكلام وأحييكم بتحية الإسلام وأتقدم لحضرتك زميلة وأخت فاضلة وإعلامية متألقة ولأسرة البرنامج وللمتابعين الكرام بكل تقدير واحترام فلشد ما أسعدني بحق وحقيق الانضمام لأسرة هذا البرنامج اللي جمعتنا معه توجهات فكرية وتقارب فكري وحسي فلشد ما يسعدني أن أشارك في هذا الحدث الإعلامي الحصري وأنا سمعيلي أقول الحدث الإعلامي لأننا على يقين كامل أنه سيلقى صدى طيب وسيلقى القبول إن شاء الله لأن توجهاتنا فكرية طيبة فأتوجه بشرفني لأننا أكون مع حضرتك وأنا كبان وطبعا دي شهادة أعتز بيها بأستاذ في مجالنا الإعلامي والصحفي والأهمية هذا المجال ودوره وتأثيره الكبير موضوع الثقافة الإعلامية محتاج نلقي الضوء على كتير من النقاط وأنا قبل ما حضرتك تبدأ في أن أنت تتكلمني عن الموضوع أكتر حضرتك عرف الناس بالأستاذ وائل عبد الحليم الصحفي والمفكر حضرتك مهتم بكتير من التفاصيل وفي رسالتك عمتا عرفنا أكتر بحضرتك ودورك أنا حضرتك باعتمد على الهبة والموهبة التي أنعم الله علي بها وأما بنعمة ربك فحدث فكنت أحب الكتابة من صغري والقراءة والاطلاع ويعني والدي طرق لنا صروة وباقة من الكتب فكنت أنهل منها وأتزوقها وأستنشقها وأتمتع بعبيرها وعطورها والحمد لله الكتابة هي ملكة من الملكات فسي ما قلت لحضرتك أنا أعم الله علي بها وعملت في العمل الإعلامي في كل وسائل الإعلام المقروعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية والحمد لله يعني لقى صدى طيب وأتمنى أن تكون كلماتي هذه أن تلقى القبول وتجبع العقول المتلهفة والمتعطشة للمعرفة عظيم جدا وأتمنى أن إحنا فعلا في كل مجال على فكرة مش بس في الميديا يعني نشعر بهذه المسئولية ويكون في إخلاص كبير أحسنت يا حضرتك يا مسئولية فعلا طيب نبدأ بقى من المسئولية الإعلامية إيه رأيك؟ نبدأ بالمسئولية الإعلامية الثقافة الإعلامية أو مهية الثقافة لابد أن يعلم الجمهور العام بمهية الإعلام لأن على الإعلام مهام جسام يتعين عليه أن يوليها كل عناية ورعاية واهتمام وتلك الموضوع موضوع الإعلام من الموضوعات الشائكة والحيوية والجديرة بالأهمية زمان كان الإعلام تقليدي أو بيسمى أحادي أحادي الاتجاه اتصال من طرف واحد عناصر العملية الإعلامية عبارة عن معطي الرسالة الإعلامية أو المرسل أو المنتج ومستقبل لهذه الرسالة اللي هو متلقي الرسالة الإعلامية يبقى إذن الرسالة الإعلامية بين المعطي والمتلقي فرسالة الإعلامية تعتبر بمثابة جوهر العملية الإعلامية فلابد فعالية العملية الإعلامية تتحدد بما تتضمنه العملية الإعلامية من رسالة إعلامية ولازم جزء هام نمط عرض المحتوى الإعلامي والمضامين الإعلامية لابد أن تصاغ العملية الإعلامية بمهنية وباحترافية حتى تصمر وتؤتي ثمارها المرجوة وتلقى القبول من متلقي هذه الرسالة جميل جيد طيب متلقي الرسالة الإعلامية هل دوره هو متلقي فقط؟ حتة الانتر اكتيفتي حضرتك عايز تتكلم عن المشاهد أو المستمع ما هو مطلق المشاهد؟ نتكلم بقى بنحية علمية نعم أنا بكلمك أن أنت شايف أن فيه نوع من أنواع التوعية ويمكن من خلال حضرتك ده يكون مفيد جدا وعايز أدخلك نقطة برضو الإعلام الإلكتروني ما فيش حاجة اسمها إعلام إلكتروني وحش وإعلام مرئي وإعلام إزاعي كل حاجة بترجع لأصحابها أو بتمثل لأصحابها أحسنت تسمحي لي أصارت نقطة وهمة جدا فبغض النظر عن الوسيلة كل بيكتهد يعني تمام بغض النظر عن الوسيلة الإعلامية المهم جوهر العملية الإعلامية بص حضرتك العملية الإعلامية أو المؤسسة الإعلامية هي كالمؤسسة التربوية كما أنه هناك مواد تعليمية وتربوية بالمثل هناك مواد إعلامية مادة إعلامية يعني منهج أنا بدرس منهج فالإعلامي تسمحي لي أقول ليس إعلامي فقط بص المشاهدين بيقول يعني ليس إعلامي فقط ربنا يعني بيقول إيه ولا تقربوا الصلاة وأنتم سقارة جميل جدا لا الإعلامي هو متعدد الوظائف طب ممكن حضرتك تدي بقى قبل ما نختم عشان طبعا فاكرت أنا طبعا أنا عايزة يمكن كلامنا مش هينتهي في الشأن ده وحضرتك أكتر حد جدير إن هو يضف لنا ويكلمنا بتفاصيل أكتر بإذن الله بس إحبارة بتكلم دهاتي قبل ما نختم عايزة حضرتك توجه رسالة لأصدقائنا وزملائنا الإعلاميين في كل المجالات الإعلامية عامة توجه لهم رسالة وكلمهم التحديات في الفترة دي إحنا دلوقتي محتاجين أكتر من أي وقت للمصدقية والشفافية وتقديم اللي بيطلبه المشاهدون أو بيحتاجه المجتمع بشكل مش بنصدر اللي إحنا عايزينه إحنا عايزين اللي الناس هي محتاجاة وإحنا بنستشف ده ونقدم المطلوب أو اللي محتاجين فضل وصدر حضرتك الوقت لا يتسع والكلام لا يضيق فلا يمكن مهام الإعلام لا حصرية لا يمكن تغطيطها في لقاء حصري مع أستاذتنا الأستاذة غادر لا محتاجين تعدد اللقاءات لا مهام الإعلام لا حصرية طيب يدينا روجيتة كده روجيتة سريعة وصدر حضرتك هناك تحديات كثيرة لكن لا يجب المطلق الرسالة الإعلامية يعلم أنه كيف يميز بين رسالة إعلامية وبين وسيلة إعلامية وأخرى فهناك مبدأ بيسمى الانتقاء واتقاء والارتقاء جميل جدا بالمدى الإعلامية انتقاء الوسيلة الإعلامية المناسبة بها المعايير الموضوعية والشمولية والتكاملية والحيادية والشفافية ولابد أن تنبسق عن الشرعية والعلمية فتلك هي المعايير الأساسية عناصر النجاح وإحنا طبعا نتكلم إن شاء الله بالتفصيل عن كل نقطة من النقاط الخاصة بالموضوع المهم جدا لمسئوليتنا الإعلامية وبنكلم المشاهدين أن أنت تختار أنت بتتفرج على إيه وتشوف أولادك بيتابعوا إيه وإنت كأستاذ ومدرس تنبه وتلفت النظر للحاجات التي تكون في مصلحتنا أو بتخلينا نتطور أو نتقدم وليس عكس ذلك بشكركم أصدقائي على متابعة فقرتنا وبشكر حضرتك جدا اتشرفت بيك لجموع المتابعين ولحضرتك ولأسرة البرنامج خالص تحياتي والتي يسبقها إحساساتي وعلى الخير دائما إن شاء الله تكون معكم لقاءاتي وإشرفني هذا إن شاء الله ألقاكم أصدقائي بعد الفاصل وفقرة مهمة جدا وجميلة جدا تابعوني تابعوني تابعوني